اعتقد اعتقد ان العدد اللعيب اللي موجود في النادي الاهلي سبع النادي الاهلي يسمح له النوابة موجود في الروتيشن اللي هو بيعمله يعني اما بيشوفشغربة في ايلى اللعيب احنا لسه كنا قبل المباراة بنقول من احنا ايلى اللعيب اللو بت Figureها موجودة، ابو دلاءف موجودين بيقدروا ليعوضوا اي الريبات موجودة عشان كده دا هو ده النادي الاهلي هم دول اللاعيبة اللي هما زي بعض كلهم لما بيبقى فيه اجهادة ولا اي حاجة بنلاقي البديد في كامل عيب في كامل عيب في كامل عيب في كامل عيب يعني انت دلوقتي هتعمل تدوير خرجت بماتش الأهل والزمالك وهتلعب المصري في الصوبة هتدور في كامل عيب في اجهادات اللي انت بتتكلم عنها في كامل عيب يعني متوسط كامل لو انت المدير الفني انا عندي دلوقتي اجهادات وفيه غيابات وفيه اصابات احنا خلاص في كامل العيب اللي موجودة عندك دي كلها بتغطي بعض هنزل الفرقة تانية ده بالمصري. يعني ايه الفرقة? يعني انت شايف الفرقة كلها دي عايزة تبغير كلها? ما انا بقول لك اوه طب انت بتقول ليه? كم لعيب لو انت يا مدير الفني? ولايفت خرجت من الزمالك هتدور. نفس الاتنين لعيبة اللي اتبت. طيب اتنين لعيبة طيب خلاص. هو دصة طيب اتنين لعيبة اعملوا ما النهاردة دخل اتنين لعيبة. اه. ايبقى مرضو نفس الجهاد يا كابتل. كتير. انت انا وانت بنتكلم ان فيه لعيب لما بيبقى موجود بيفرق كتير اوه مع الفرقة. طبعا. انتش فاهم ما انا? طبعا. انا وانت بتفين على الحتة دي. طبعا يا كابتل. في كلامي لحضراتكم على حسام عشور. وفي نفس بقت عمر السلية بتشوفوه اللي هو هل ده عمر السلية في الفترة الاولانية اللي ابتدى فيها موجود بنصر. عمر السلية لما بتبقى حالة الفرقة كاسبانة. مم. وبتروحها الجول. وبيقدر يعمل هو التطبيق اللي احنا بنقول انه بيروح بيدعم وبيروح يجيب الجول. نعم انا بتبقى فرقة مضغوطة وكلام وفيه فرقة. مهار ده مش كويسة كابتل. مهار ده سرعات يا كابتل عليه كتير اوه سريعة جدا عليه. خلينا اوخيين. مهار ده السلية مش كويسة كبتل. ما قولنا انا وانت. با? ان فيه سرعات عليه عالية جدا في المال عشان بولك. استحال النهار ده نواجهها. هو النهار ده حتى مش قادر يروح يخلي الرجل يمنعه من الباص او يروح للرجل يشوفه بيستلم. هو بعيد عنه ومش مركز. الاجهاد اللي انتو اللي احنا اتكلمنا عنه. الاجهاد وصلنا النهار ده ان احنا عدم التمركز. بس بس. في الملعب. عدم التمركز في ملعب بيعمل اخطاء كتير. بس بهذا الشكل الصارخ يا كابتل ربيعب والتوفيق الكامل. انت قلت في لسانك دلوقتي الاجهاد وصله واخد بالك لعدم. صح? خلاص. خلاص صح. ده بشر يا كابتل. هو ده. انه محدش اثر. يعني السلية غبالك وعدش اثر واللعب حاولت وجاهده. ما بنقدرش نقول على العيب ان انا واحد. انا بقولش على العيب واحد. لا لا لا. انا بقول النهار ده. انما فيه. كلب على حالة. احلال وتبديل لما بيحصل في الفرق بيفرق يا كابتل ربيع مع الفرق. النهار ده انا لما بشوف تدعيم كامل حصل في المطش وانت بتقول اديك شايف كل الكورة اللي ما بتخشش. خلاص بقارد لك. ده عدم توفيق للنادي اللي قالي النهار ده. هم ما بنزيدش عليه في اه في خسار طيب. طيب. ولا في اه. احنا مش عزينا كابتن وقت ما بنكون بنكسب نقعد ان اقول العيبة. ما بنتكلم ان نفسر بصد. عمرنا ما حنتغير في كلامنا عن نادي الاهل. لكن تقيم نهار ده كابتن ربيع كابتن شريف. مسلا للباك رايت عندنا كابتن اه محمد هاني مسلا. يعني برضو وجهة نظرك النهار ده. تعامل هاني مع المهورة. هم ما ضغطوا على محمد هاني يا كابتن فاروق جامد اوي. يعني ضغطين كل الفرقة المقسم. يعني كابت ربيع شاركنا في الحوار. كل ضغط اللي حصل. اي دوري هتكلم? باش. انت خال. لا تخذ. انا كل ما بتكلم بقية حتى ربيع بيقول حتى مهم. وفيه انا مش فاهم. لما بنبقى احنا. انا بدخلك في الحوار. انا بدخلك في الحوار معاي. انا بحبك تخش معاي في الحوار. باشي. كابت ربيع انا بتحاول انت خلاص. اه خش انا بقال ليه قلتلك لأ. ما تكمل الحوار اللي انا بقول. انت لو عندك وجهة نظري. اقول لك يا ربيع انت انا ما بتتكلم بتفتح حلايا. فبتلاقيين انا بقول اه ده هو حسام عشور رومانة ميزان بي يقدر يعمل رتم. يمكن انت بتكلم في حاجة وانا بكمل لك. اللي مدايعك انا مش فهم ربيع اللي مدايعك. الخسارة عمد علينا. الخسارة عمد علينا. لا لا انا بوصف حالات فدنية من وجهة نظري. لا انا بدعم كلامك على طول. كابتن ربيع بعد اذنك. طيب خلينا اتكلم بس كابتن ربيع. مميز جدا وفي نفس الوقت. النهاردة انا شايف ان محمد داني ايه لحد ما. مش في مستوى الطبيعي. خلق ايه لحد ما حتة جزئية الجابة. او الجابة اللي ما بين البكريت وقلب الدفاع. كانت ايه لحد ما نقصة بشكل كبير. كابتن شريف كابتن ربيع. يعني رأيكم في هذه الجزئية انا بقولها. ممكن تكون دي وجهة نظر انا وجهة نظر. نظر بحاجات الدفاع مع ربيع. خلينا انا في الهجوم. خلاص. كابتن ربيع. جزئية دي ايه او برحة. ربيع تاعته دفاعيا هو اللي ما بوده يتكلم فيه. كابتن وانت تقيم محمد هاني بكله. دفاعيا له هجوميا. هجوميا ما كان شريده الخارسة النهاردة هجوميا. دفاعيا هو مش وقفته. هو مش فوقانه. مش هو محمد هاني. محمد هاني ليه النهاردة مش موجود محمد هاني. ان اعمال سنبال زي ما انت قلت وقال لكابتن شريف. ان موقفين اتنين جناحين على اعلى مستوى. مهلين وعلين ولعبت كورة وفاهمين. كانوا لما بيهاجموا. وتروح وقت الكورة تبقى عند الناد الاهلي. فوافي وتراوري. دول جناحين واقفين للبكين. اسادين لعبت كورة. فعشان كده كان انتاج محمد هاني مش مزبوط. لكن محمد هاني من وجهة نظر النهاردة مش مواف. محمد هاني اكتب. محمد هو قالك برضو ان انا امتابعه. محمد هو ما كانش في حالة الضغط اللي كان بيحصل عليه. والسرعات اللي موجودة اسرع من الموجود وبيخشوا عليه من ناحيتين. ده هاني السعيد احنا ما جيبناش سيرة عربية. هاني السعيد لما خارج بقى كارسة علينا. يعني نازل الراجل محمد موسعد ده. محمد موسعد ده. ان ده هيحصل عاملية تغيير. انا قلتلك هيحصل التغيير ده وسريعا. وامد فتح للعب برضو كان هايل. هو النهاردة الربيع كان فاكل ان هو جاي يلعب يعايز يطلع بيرجع. ببونت من المباراة. النهاردة حتى لما هاني سعيد ده لما تعور كان في مصلحه. ايه محمد موسعد اللي نزل ده قلب المباراة كلها. وخلى ليه وجود لنطس الملعب. وبشكل هجومي صارخ وبشكل ادفاعي. فكانت ضغط جامد جدا على محمد هاني. ما اعتقدش ان هو كان عنده المساحة او كان عنده الفرصة. ان هو يواصل دفاعا وهجوما في نفس الوقت. وكابتن احمد فتح النهاردة كان عنده برضو حسين الشحاف. مع سولية اللي هو يمكن قلنا متأخر شوية في التمركز. مع فوافي اللي في حالة غير عادية. والراجل اسمه تراوري ده. ما بيغلطش في الباصة يا كابتن ربيع. كل حاجة سليمة عندهم بتحصل النهاردة في الملعب. اذا مش هنيجي نقيم اللعبة بتاعتنا ونقول ايه. هما كانوا في حالتهم الطبيعية اللي فيه هجوما ودفاعا. احسن. احسن من محمد هاني النهاردة. اجتهد وحاول واخد بالك.